الوكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخريفة أن البحرين حققت الأهداف الإنمائية للألفية وهي تعمل الآن بموجب التزامها بأجنة عشرين ثلاثين على مؤامة خططها الوطنية وأطرها الاستراتيجية وسياستها مع الأهداف الإنمائية المستدامة وقد عرب عن بلغ سروره للمشاركة بمملكة البحرين في مسابقة الأمم المتحدة أنفليكس لهذا العام التي تستهدف بلورة أفكار الشباب في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشعار التواصل من أجل التأثير وذلك بمشاركة مئة شاب لخوض هذه المسابقة في البحرين التي تم اختيارها مع تسع دول من مختلف مناطق العالم لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تستضيف هذا الحدث الهام وشدد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخريفة أن الهدف من هذا الحدث هو إشراك الشباب في إنشاء وتطوير المشاريع التي تركز على الابتكار والتي سيكون لها المردود الإيجابي على البحرين والعالم حيث سيمنح الفائزون فرصة المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يقام تحت رعاية المجلس الاختصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر